عقدت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمحافظة أبيان اجتماع لها برئاسة محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ورؤساء اللجانة خصوصية ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا المهمة في الصحات والتربية والتعليم وسد حسان حيث تطرق الاجتماع إلى تجاوز المعوقات وحل إشكالات الطريق للسد والمساكل التي كانت في حوض السد كما تم الوقوف إلى إشكالات الأراضي الزراعية في حوض السد ومحيطه والاتفاق على ألية عمل وضحها المحافظة للهيئة الإدارية ليتم على ضوئها معالجة الإشكالات فيما يخص الأراضي الزراعية وتجاوز هذا الملف كما وقفت الهيئة الإدارية أمام تقرير مقدم من مدير المساحة الجيولوجية في المحافظة المهندس جلال الميسري حول أوضاع المحاجر والتعذين والوضع القائم للمحاجر وما يتخلل من حالات استنزاف جائر لهذه الثروة في بطون الجبال والأودية وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحافظ عليها ووضع حدا لبعض العشوائية والفساد الذي يشوب قطاع المحاجر والتعذين والأحجر الكريمة حيث أقرت الهيئة الإدارية بمنع أي نشاط في مجال المحاجر والتعذين ما لم تكن هناك مواقف واتفاقية مع السلطة المحلية في المحافظة وأنما دون ذلك يعد مخالفة قانونية الجدير ذكره أن محافظة أبيان تصخر بالذروات في مجال المحاجر والتعذين والأحجر الكريمة